السلام عليكم ورحمة الله و اهلا وسهلا فيكم بقناتكم احلى مواقف شطرنج معكم مياد رضوان. راح نشوف بهذا الفيديو موقف خفيف ونظيف عبارة عن كشمات بثلاث نقلات. اللاعب الابيض يلعبه يميت بثلاث نقلات. وقف الفيديو اذا بتحب تجرب. طبعا موقف بسيط يعني كشمات بثلاث نقلات المفروض اي لاعب جيدي لائيا ولكن الحقيقة فيها شوية صعوبة. اه متل ما اننا شايفين الملك الاسود يعني عالق وما عنده اي حركة طبعا لانه هاد البي دائم غطي عليه البي دائم تسالو خاني لا يصير وزير. فاجباري راح يلعب بالفيل. فاذا الفكرة هون انه بس تعطي كش بالصف الاخير راح تكون كشمات ولكن كيف راح تستطيع انك تعطي هاي الكشمات? اه ما بتوقع الفكرة راح تكون سهلة لانه هون مسلا ازا اجيت الالعة على الجي ايت فكرة انه بدك تعطي كشمات من الجي راح يلعب اللاعب الاسود. اللي بيشوب على الدي سري اه ويراقب هاي الخانة. طبعا ما في راقبة كتير راح نحاول نطرده فرح يرجع الان راح نعطي كش راح يضحي وكش مات ولكن صاروا اربعة نقلات وليس ثلاثة والمطلوب ثلاثة نقلات اه ايضا اه بنرجع هيك الوضوع اه انك تحاول تحرك الالعة ليش عم نحرك الالعة لانه ما بدنا ننسى انه الالعة مهددة الخانة الوحيدة اللي بدك تحرك فيها الالعة التانية هي الاتش سيفن وايضا ما راح تفيد شي لانه هون ايضا اللاعب الاسود راح يلعب اللي بيشوب على البي ثري البي تو عفوان فهون بدك تجيب الالعة اه راح يلعب اف سيكس او اي مربع بحيث انه يعني يرجع يغطي ويكسب نقله فاذا ما فيك تستفيد شي من تحريك الالعة فخلينا نشوف الحل هون الحل الصحيح نقلة قوية جدا وهي النايت على ال اف فايف لاحظ عم نضحي بيها الالعة فكرة قد لا تخطر على بال انه راح يصير في عنا كشمات بثلاثة ليش لانه راح نعم نضحي بالالعة والاحصان والفيل بعيدين يعني نوعا ما عن الملك طبعا هون اي نقلة يعني ما راح يأكل الالعة اذا ما اكدت اي نقلة راح تنزل الالعة مع كش بتغطي ما مشكلة بناكله بصيرو ثلاث نقلات فاللاعب الاسود اجباري هون راح يأكل الالعة والان صار في عنا كشمات بنقلتين ايضا نقلة جميلة جدا وهي التضحية بالحصان ولاحظ الملك الاسود بحالة استيل مات البيضاء ما بتحرك اجباري راح تاخد الحصان والان بتاخد الفيل مع كش ملك مات تلاحظ يعني موقف جميل جدا بهذا الموقف لحتى تحصل على كش مات بتلات نقلات لازم تضحي بالالعة والاحصان ان شاء الله يكون عجبكم الموقف لا تنسوا الاشتراك بالقناة نلتقي مجددا باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله